أهلا بكم إلى التفاصيل بداية وفي وقفة للاحتفاء بالعلم وتكريم أهله وتثمينا لجهود التلاميذ طوال مشوارهم الدراسي أشرف اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مرسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا وتعليم المتوسط دورة جوان الفين وثلاثة وعشرين مرسم حفل التكريم حضرها رئيس مجلس الأمة سلح جوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بغالي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنجريحة بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد وزير التعليم العلي والبحث العلمي كمال بيداري وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلميذ المتفوقين رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني بداية بالأول وطنيا التلميذ بن قداش محمد أمين المتحصل على معدل 19.50 في شعبة العلوم التجربية يليه الفائز الثاني التلميذ دعاشي أسامة والذي تحصل على معدل 19.32 في شعبة العلوم التجربية ثم الفائز الثالث التلميذ فاطمة زهراء هلال المتحصل على معدل 19.32 في شعبة العلوم التجربية أيضا كما حظي ناجحون الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي والمتفوقون الأوائل من مدارس أشبال الأمة والأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتكريم من رئيس الجمهورية السيد الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط والتلميذين المتمدرسين في ثنوية الرياضيات بالقبة بالجزائر العاصمة المتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبيادة العالمية للرياضيات لهذه السنة